12 حالة مصابة بسوء التغذية سجلت خلال الأيام الماضية هنا في مستشفى زنجوبار بمحافظة أبيان وتؤكد قوائم طبية أن معظم الحالات المصابة يتم تسجيلها لأطفال النازحين الفئة الأشد فقراً والتي تتسع دائرة معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية المتردية استقبلنا 12 حالة وأغلب الحالات من النازحين وكمان من أطراف المدينة المناطق المهمشة ونستقبل الحالات بقيام القيادة نعمل لها القياسات اللازمة الرغبة في الحصول على الرعاية والأدوية المجانية كانت الدافع لهؤلاء المرضى وهم يجلسون على مقاعد الانتظار في المستشفى الذي أعيد تأهيله قبل أربع سنوات لكنه حتى الآن ما زال يواجه الكثير من التحديات في مقدمتها الأدوية الضرورية إذ يصعب توفيرها لأسباب متعلقة بوضع القطاع الصحي في المحافظة وتصنيف المستشفى كمركز صحي ريفي في حالة أن يتم ترفيح هذا المشفى إلى عام بتغير كثير من الأمور في هذا المشفى بترتفع الموازنة التشغيلية المشفى بيرتفع الدعم للمشفى بيتوفر الكادر الطبي لهذا المشفى بيقدم خدمة أفضل ما يقدمها اليوم تزايد أعداد المرضى وانتشار الأوبئات الخطيرة في المناطق القريبة من مدينة زنجبار زادت من نسبة الإقبال على المستشفى الذي مثل للكثيرين الوجهة الصحية الوحيدة خصوصا وهم لا يستطيعون الوصول إلى المرافق والمشافي الخاصة ما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الطبي والعمل على تطويره استجابة لمطالب الأهالي الباحثين عن رعاية طبية في المرافق الحكومية لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر